بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبراي الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان دراسة دالة عددية شاملة لسنة ثالثة ثانوية للتحضير للباكالوريا رقم واحد أنصح بشعبة علوم تجربية والتقنية رياضي والرياضي وحتى شعبة تسير واختصاد لأنها دالة رائعة ولمن لا يريد مشاهدة الفيديو يجد ملف PDF أسفل الفيديو في التعليقات أو في صندوق المواصفات إذن ولننطلق على بركة الله في الشرح المفصل نقطة بنقطة إذن ننطلق أبنائي في الإجابة على أول سؤال حيث قال بقرأة بيانية عين جيلي واحد إذن هنا من البيان حيث ها هو بيان الدالة جي المعرفة على أهر له واسمه غاما إذن لاحظوا جيدا لو نأتي الآن ها هو واحد إذن ما هي صورة واحد نأتي إلى هنا في هذا المكان نقطة الحمراء ثم نسقط هكذا فنجد أنها صورة الواحد ما هي هي صفر فنقول جيلي واحد يساولنا كم يساولنا صفر لاحظوا جيدا لو نأتي الآن وقال ما هي صورة الصفر مثلا معناها جيلي مثلا لو قال جيلي صفر جيلي صفر نأتي الآن إلى الفاصلة صفر ها هي وننزل إلى هنا فنجدها كم فنجد أنها صورة هي ناقص إثنان فنقول جيلي صفر كم تساولنا ناقص إثنان حتى نفهم فكرة جيدا نفهمها جيدا بعدما أنهينا مع هذا نأتي الآن إلى واستنتج إشارة جيلي إكس على R إذن نكتب هنا استنتاج إشارة جيلي إكس لاحظوا جيدا أولا هنا نقوم بإنشاء جدول بسيط لاحظوا هكذا وهكذا هنا ماذا نقول إذن بما أن هنا عندنا ماذا عندنا أنها أن جيلي واحد يساوي النصف ماذا يمكن أن نقول على الواحد أنه جذر لهذه العبارة إذن لاحظوا ثم إذن نقوم بهكذا أبنائي ونكتب هنا إكس الدل معرفة من ناقص ملا نهاية إلى زائد ملا نهاية وهنا جيلي إكس لاحظوا أين تنعدم هذه العبارة جي عند الواحد لأن جيلي واحد يساوي النصف فنضع هنا الواحد يقابله الصفر الآن لاحظوا جيدا قال هو الأمر بيقرأ أبيني بيقرأ أبيني لاحظوا جيدا ها هو محور الفواصل تقول القاعدة يسمعوا جيدا إذن ها هو محور الفواصل تقول القاعدة ما كان أسفل محور الفواصل فهو إشارة سالبة إذن هنا سالبة وما كان فوق محور الفواصل يكون شيء موجب وما كان عند التلاقي هنا التقاطع يكون قيمة الصفر حتى نفهم جيدا يعني من ناقص ملا نهاية إلى غاية هذا المكان هنا كم لهي قيمة هذه كم قيمة واحد يكون المنحنة أسفل محور الفواصل أسفل معناه ناقص حتى تفهموا جيدا ثم الآن هنا ماذا؟ هنا يقطع عند ماذا؟ عند الواحد يقطع مناه صفر ثم عندنا من الواحد إلى غاية زائد ما لنهاية؟ عندنا الإشارة ما هي؟ الإشارة زائد ها هي الإشارة أصبحت موجودة إذن نعيد ما أسفل محور الفواصل يكون ناقص وما يقطع يكون صفر وما فوق محور الفواصل يكون زائد لو جاءنا مثلا المنحنة هكذا بهذه السيغة مثلا هكذا لقلنا الجدول هنا يأثن فيه زائد فقط لماذا؟ لأن المنحنة يقع فوق محور الفواصل حتى تفهموا الفكرة جيدا أبنائي بعد ما أنهينا من هذا نأتي الآن إلى الجزء الثاني قال أف أدى لا العددية المعرفة على أر معدى الصفر بي أف لإكس سيكون إكس ناقص إكس ناقص واحد على إكس مربع قال أر معدى الصفر لأن الصفر يعدم لنا المقام يعني يصبح قمام ممنوع قال وسي أفتنفلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامذ المتجنس قوي جي قال أحسب النهاية هذه إذن نكتب هنا حساب النهاية لاحظه وماذا قال قال دي أف تساوي أن أر معدى الصفر لأن أر نجمة هذه لو نأتي ونكتبها على شكل مجال تصبح لنا من ناقص مالا نهاية إلى صفر اتهاد من الصفر إلى زائد مالا نهاية ننطلق الآن في أول نهاية التي هي للمت أف لإكس لما الإكس يؤول إلى أولا إلى ناقص مالا نهاية تصبح لنا تساوي للمت نأتي بالعبرة اللي هي إكس ناقص إكس ناقص واحد على إكس مربع لما الإكس يؤول إلى ناقص مالا نهاية يصبح لنا يساوي لاحظوا هنا أبنائي وركزوا أرجوكم الآن لو نأتي الآن إلى حساب هذا الجزء ماذا يعطي لنا؟ اللي هي الليمت حتى نفهم جيدا الليمت ناقص ثم إكس ناقص واحد على إكس مربع لما الإكس يؤول إلى ناقص مالا نهاية يصبح يساوينا هذه الدلة ناطقة كثير حدود على كثير حدود تصبح لنا تساوينا الليمت ناقص ثم إكس على إكس مربع يعني أكبر حد على أكبر حد مع مراعاة هذا النقص هكذا لأنها قلت دلة ناطقة إذن لما إكس يؤول إلى ناقص مالا نهاية ماذا نفعل؟ نقوم باختزال هذا مع هذا أقوم بحساب هذا الجزء حتى يساوي الأمر سبحانا تساوي لنا قلت ليمت ناقص واحد على إكس لأن الإكس من هنا ذهب والإكس من هنا ذهب بقي لأن الإكس في المقام فقط لما الإكس يؤول قلنا إلى ناقص مالا نهاية هذه يعني تصبح لنا واحد على مالا نهاية واحد على مالا نهاية معروف أن هذه تذهب إلى الصفر يعني هذه مالا نهاية إذن ركزوا معي إذن هذا الجزء ذهب إلى صفر ماذا يبقى لكم يا أبنائي؟ أن هذا الجزء ذهب كليا إلى صفر أعوذ الآن هنا لميت إكس لما إكس يؤول إلى ناقص مالا نهاية معنى لو نأتي إلى هنا ماذا تعطي لنا؟ أكيد تعطي لنا ناقص مالا نهاية ونوضف هنا كلمة لأن يعني لأن هذا الجزء ذهب إلى الصفر قلت هذا الجزء ذهب إلى الصفر تبقى لنا لميت إكس مالا نظرة ما إذا تصبح لناistle حسب نأتي الآن إلى الزائد مالا نهاية بنفس الصغة أعوذход فلأن بعد إنصبح لما الإكس يؤول إلى زائد مالا نهاية نقص الفلس لا تعطي لأن الحسب لأنه يصبح لكم مثل هذا لأنه تصبح لنا أكبر حد على أكبر حد نختزي وصبح لنا ناقص واحد على X عند ناقص ملنية أو زائد ملنية مباشرة واحد على العدد على الملنية دائما نقص صفر عندما نحصل لنا هنا صفر تبقى لنا الآن لو نلاحظ إلى لمدة X لما X يول إلى زائد ملنية زائد ملنية ماذا تصبح لنا نصبح لنا زائد ملنية ها قد حسبنا أنها يتينا بعدها أبناء نأتي الآن إلى حساب النهاية عند الصفر وتفسيرها البياني إذن نأتي الآن إلى لمدة A في X لما X يول إلى الصفر تصبح لنا تساوي تساوي لنا ماذا تساوي لنا لمدة لاحظوا جيدا لمدة ثم الآن أو نعوذ لمدة قلت X ناقص X ناقص واحد على X مربعة لما X يول إلى الصفر يساوي الآن لو نلاحظ جيدا أبناء ونعوذ تعويض مباشر ماذا سوف نجد يعني تصبح لنا هكذا بهذه الطريقة الصفر ناقص صفر ناقص واحد على صفر هكذا تقول قاعدة لكن إذا قلت لماذا لأن في الأعداد ما علينا إلا أن نعوذ تصبح لنا هنا صفر هنا صفر تصبح لنا وهنا صفر لكن يعني ما هو الشيء الذي عليكم أن تفهموا أن لا يوجد لنا عدد صفر في المقام الآن ما علينا إلا أن نأتي إلى المقام ونضع له جد ولا الإشارة لماذا لأن لا يوجد لنا عدد على صفر ليس على دمتعين إنما تعطي لنا لا نهاية أكيد تبقى لنا إلا القضية قضية إشارات إذن المقام هو X مربع أين ينعدم؟ ينعدم عند الصفر بما أنه X مربع فيسبق لنا دائما موجب لماذا أبنائي؟ لأن شيء مربع دائما موجب كلمة موجب معناها صفر زائد يعني هنا نضع صفر زائد يعني هذه ننقلها إلى هنا حتى تفهموا الفكرة لما تجدوا هذه الأشياء دائما قوموا بوضع جدول إشارة للمقام لما تضعون جدول إشارة للمقام سوف يحل المشكلة مباشرة فتصبح لنا تساوي الناقص في هذا النقص ماذا يعطي لنا؟ يعطي لنا 1 على صفر زائد أي عدد على صفر ما عادة صفر على صفر حالة لم تعين أي عدد على صفر يستيقلنا ملا نهاية تبقى لنا قضية الإشارات هنا عندنا زائد وهنا زائد الزائد في زائد ماذا يعطي لنا؟ يعطي لنا زائد فأصبحت النهاية زائد ملا نهاية دائما وقعيد قموا بإنشاء جدول إشارة للمقام واحترموا كلمت يقول أحدكم لماذا لم تقم بقيم أكبر وقيم أصغر؟ لأن كلاهما متشابهتان حتى تفهم الفكرة يعني يمكن أن نقول هنا بقيم أكبر أو وقيم أصغر كلاهما يبقى دائما هنا قيم أصغر وقيم أكبر دائما تبقى يا أبني محافظة على الإشارة ثم بعدها أضاف كلمة أخرى انتبهوا في هذه الحلقة قال وفسر نتيجة بيانيا يعني التفسير البياني إذن نقول هنا التفسير التفسير البياني إذن هنا التفسير البياني تقول قاعدة اسمعوا إذا قمنا بحساب النهاية عند قيمة معلومة ووجدناها ما لا نهاية فإن منحنا هذه الدلة يقبل مستقيما مقاربا شقوليا معادلته إكس يساوينا هذا العدد الذي كنا نحسبه عنده احفظوا هذه الأفكار أرجوكم أنها هي أفكار كثيرة التدول في الباكالوريا إذن نقول هكذا نقول تفسل بين السي آف يقبل مستقيما إذا قلت يقبل ماذا؟ يقبل كذا نكتبها بخط أوضح مستقيما أفوا نكتبها بخط أوضح نكتبها مستقيما وقاربا شقوليا أو بصغة أخرى عمودي أو بصغة أخرى أو موازي لمحور التراتيب معادلته هي ماذا؟ هي إكس يساوينا هذا العدد الذي كنا نحسبه عنده وهو سفر لو كنا نحسبه عنده خمسة لقلنا خمسة أرجوكم انتبهوا إلى هذه دائما لما نقوم بحساب نهاية عند عدد ونجدها ملا نهاية يصبح لنا مستقيم مقارب شقولي أو عمودي أو موازي المحور التراتيب معادلة هو إكس يساوينا هذا العدد فقط بعدما أنهينا من هذا أبنائنا نأتي الآن إلى ثانيا نبين أنه من أجل كل عدد حقيقي غير معدوم إكس أن أفت على إكس يساوينا جي لإكس على إكس مكعب إذا نكتب هنا البرهان من أجل ماذا؟ من أجل إكس ينتمي إلى أر نجمة إذا قلت إلى أر نجمة أن ماذا؟ أن أفتها لإكس تساوي لنا جي لإكس على إكس مكعب لاحظوا هنا أبنائي أولا نحن هنا أكيد سوف نتحدث عن المشتقى نقول أولا أدال أف قابلة للاشتقاق على المجالين من هم المجالين؟ من ناقص مالا نهاية إلى الصفر والمجال الأخر من الصفر إلى زائد مالا نهاية ونقول هنا و نقول ودالتها المشتقى ودالتها المشتقى هي لاحظوا عندنا ها هي الدالة أبنائي سوف نقوم بعمل الإشتقاء أو إنجاز المشتقى هنا أف فتحة لإكس يساوي ما هو مشتق إكس؟ أكيد هو واحد ناقص هنا عندنا كسرة النسبة كيف تشتق مشتق البسط في المقام ناقص مشتق المقام في البسط على المقام مربع يعني ها هو القانون ماذا يقول؟ مشتق البسط يعني مشتق في في ناقص مشتق المقام في البسط على المقام مربع هكذا تقول القائدة إذا المشتق البسط ما هو؟ اتركوا هذه الناقص خارجا مشتق البسط مشتق إكس هو واحد ومشتق النقص واحد واسع إذا المشتق البسط هو واحد في المقام ناقص مشتق المقام مشتق إكس مربع أكيد هو إثنان إكس مشتق المقام في البسط على المقام مربع يعني تخيلوا هذا مربع ونربع يسبح أنا أكيد قوة أربعة احفظوا هذه الأفكار مربع المربع هو قوة أربعة ثم ماذا نفعل؟ لاحظوا نقوم باختزال إكس من هنا وإكس من هنا وإكس من هنا إذا كان عندكم إكس من هنا فقط وهنا لا يجب الإختزال يجب على كل حد أن يكون له نفس العامل مثل هذا أو المعامل إذن فصبحنا ركز جيدا أف فتح لإكس يساوي ماذا يساوي؟ يساوي أنه واحد ناقص هكذا أفوا قلت هكذا ثم صبحنا إكس ناقص إثنان في إكس ناقص واحد على إكس قوة ثلاثة الآن بعد التظهر لاحظوا هنا قوة ثلاثة أكيد سوف نقوم بعملة النشر هنا وهنا صبحنا كم؟ صبحنا واحد ناقص هكذا صبحنا إكس ناقص إثنان إكس ثم عند الناقص هذا والناقص الذي بدأ صبحنا زائد ماذا؟ زائد إثنان على إكس قوة ثلاثة الآن تصبحنا ناقص إكس زائد إثنان على إكس قوة ثلاثة أكيد نواحد المقام هنا تصبحنا إكس قوة ثلاثة إذا قلت إكس قوة ثلاثة ثم ناقص هذا النقص ننشره هنا نحن نناقص نصبحنا زائد إكس ثم هذا النقص ننشره هنا نصبحنا نناقص إثنان على إكس قوة ثلاثة لاحظوا يا أبنائي أليس هذه هي نفسها G نقول ومنه نصبحنا F فتحة لإكس تسألنا كم تسألنا G لإكس على إكس قوة ماذا؟ قوة ثلاثة وهو الجواب لاحظوا أهو قد ظهر أمامكم يا أبنائي إلا مجرد يعني عليكم أن تكونوا حاذرين في الأمور الحسابية فقط بعدما أنهينا من هذا نأتي الآن إلى استنتج اتجاه تغير دل أف إذن نكتبنا استنتاج اتجاه تغير الدل أف نقول لدينا ماذا؟ لدينا أنه F فتحة لإكس تساوينا G لإكس على إكس مكعب إذن نقول فإنها إشارة A فتحة لإكس من إشارة جي لإكس على إكس قوة ثلاثة من إشارة هذا الكسر الآن لو تلاحظوا جيدا أبنائي عندنا شيء تحدثنا عليه انظروا ما هو هو هذا إشارة G لإكس ها هي أمامكم انظروا ها هي إشارة G لإكس إذن فإن إشارة G لإكس F لإكس من إشارة هذا وهذا يعني هذا الكسر وإشارة كسر من إشارة البسطي في المقام يعني هنا مباشرة سوف نقوم بإنشاء جدول إشارة لهذا الكسر لاحظوا إذن هذا للجي لإكس وهذا للإكس المكعب وهذا للجداء حتى نفهم فكرة جيدة هكذا لاحظوا ودائما أنصحوا باستعمال الأدوات المدرسية لأنها سوف تساعد وتجعل ورقة الإجابة ورقة منظمة إذن هكذا وهكذا وهكذا إذن وهنا نكتب إكس من ناقص مالة نهاية إلى زائد مالة ننطلق الآن أولا إلى جي لإكس جي لإكس هذه الإشارة ننقلها هنا يعني هنا نضع كلمة واحد ونضعتها كذا ثم ننزل إلى هنا عندنا الإشارة التي ننقلها هي من هنا زائد ومن هنا نقص انظروا ثم عندنا إكس مكعب إكس قلت عافوا إذن قلت إكس مكعب إكس مكعب لو نلاحظ جيدة أين تنعدم إكس مكعب أكيد تنعدم عند الصفرة تنزل من هنا وتصبح في هذا المكان ثم هنا تصبح لنا قيمة ممنوعة انتبهوا أرجوكم هنا ليس قيمة ممنوعة وهنا ليس قيمة ممنوعة لكن هنا في المشتقة تصبح قيمة ممنوعة من الدرجة الثالثة مثلها مثل الدرجة الأولى الدرجة هذه درجة مفردية فنقل من هنا نفس ومن هنا عكس وصبح لنا هكذا إذن وهنا لا نسألنا هذا بما أن هذا الخط نزل وجد ناقص يترك ناقص هنا إذن من هنا نفس ومن هنا عكس إفهموا أرجوكم الدرجة الثالثة مثل الدرجة الأولى إكس لو جاء إكس لوحدنا من هنا نفس ومن هنا عكس ثم نأتي إلى هنا ونكتب آف فتحة لإكس قضية الإشارات الآن الناقص في الناقص أكيد يعطي لنا زائد والناقص في الزائد يعطي لنا الناقص والزائد في الزائد يعطي لنا زائد ها هو الآن جدوى الإشارة لكن هو قال اتجاه التغير يعني علينا أن نذكر الكلمات اللغوية نقول هكذا الدالع آف كيف هي متزايدة تماما على ماذا على المجالين من هم المجالين اللي هي من ناقص مال نهاية إلى الصفر مفتوح والمجال الآخر من ماذا من الواحد إلى زائد مال نهاية يقول أحدكم يا أستاذ هنا تركت المجال مغلق وهنا مفتوح لأن هنا قيمة ممنوعة وهنا لقيمة ليس ممنوعة انظروا هنا وماذا ومتناقصة تماما على ماذا على المجال إذا قلت على المجال ما هو المجال أبنائي اللي هو من الصفر مفتوح إلى الواحد مغلق هكذا حتى نفهم جيد يقول أحدكم كيمة تماما لا يهم يا أبنائي لأن هنا الدلة تقبل تقبل الاشتقاغ لكن هنا لا أرجو قد فهمتم الآن هنا علينا أن نكتب هذه الكلمات اللغوية بعد ما أنهينا من هذا نأتي الآن إلى شيء اسمه جدول التغيرات إذا نكتب هنا جدول تغيرات لمن لبدال أف إذن هنا عندنا إكس من ناقص ما لا نهاية وعندنا هنا زائد ما لا نهاية وعندنا الصفر يعتبر قيمة كيف هي ممنوعة ها هو الصفر إذن وعندنا هنا ماذا عندنا أف فتحة لإكس أين تنعدم إذن عندنا قلنا أنها تنعدم عند الواحد وننقل هذه الإشارات زائد ناقص زائد إلى هنا إذن ننقلها إذن زائد ناقص زائد ثم نكتب هنا مجال الصور وجدنا عند لا نهاية أرجع الفيديو سوف تجدون هذا ثم عند الصفر بقيام صغر وجدنا زائد ما لا نهاية وبقيم كذلك كبرى وجدناه كذلك زائد مالانيا قل أحدكم أين هذا الكلام نقول له ها هو تلك الكلام ها هي عند الصفر زائد مالانيا عند الزائد مالانيا زائد مالانيا وعند النقص مالانيا قلنا كم إنها نقص مالانيا ثم يبقى لنا ماذا نقوم يا أبناء نقوم كذلك بحساب صورة الواحد لمدئه في جدول التغيرات إذن ها هو أمامكم معوض الآن بالواحد ها هو الواحد إذن نعوض هنا بواحد وهنا بواحد وهنا بواحد وهنا بواحد صبح لنا كم واحد ناقص إذن هنا عندنا واحد ناقص واحد كم سفر يصبح لنا سفر على واحد وتسعي لنا كم واحد إذن صورة الواحد بدلة أف هو كم هو واحد لأن هنا واحد ناقص واحد سفر سفر على واحد سفر ويبقى لنا الواحد إذن ها قد ملأنا جدول التغيرات بطريقة جد جد سليمة بعدما أنهينا من هذا نأتي الآن إلى ثالثا ألف قلبي أن المستقيم دالتا ذا المعادلة إجراج يسوي إكس مقارب مائل للمنحنة سي أف إذن نكتب هنا البرهان أنها دالتا مستقيم مقارب للمنحنة الذي اسمه سي أف إذن كما تعلمون حتى يكون المنحنة يقبل مستقيم مقارب معادلته عندنا يجب أن نجد نهاية الفرق عند الملنهاتين تسايلنا كم الصفر إذا نأتي ونقول لميت أف لإكس ناقص إجراج إذا قلت ناقص إجراج لما الإكس يقول إذا وضعت هذا الرمز افهموا عند زائد ملنهة ونقص معنى إذا كتبت هذا الرمز أقصد عند زائد ملنهة ونقص معنى حتى تفهموا تصبح لنا تساوي لنا الليميت أف لإكس وهي إكس ناقص إكس ناقص واحد على إكس مربع ناقص إجراج الإجراج هذه نعوذها هنا تصبح ناقص إكس هكذا لما الإكس قلنا يقول إلى زائد ملنهة قلت لما تجد هذا الرمز يعني أقصد الزائد إذا قلت لنا لإكس يقول إلى زائد ملنهة ونقص معنى عندنا هذا الرمز مع هذا تبقى لنا تساوي لنا كم تساوي لنا الليميت ناقص إكس ناقص واحد على إكس مربع لما قلنا القيمة لإكس تقول إلى زائد ملنهة تصبح لنا تساوي أكبر حد على أكبر حد لأنه دلة ناطقة تصبح لنا كم تصبح لنا الليميت ناقص إكس على عفوا قلت ناقص إكس على إكس مربع لما الإكس قلنا يقول إلى الملنهاتين تصبح لنا نتنزل هذا مع هذا حدنا تساوي لنا الليميت ناقص واحد على إكس لما الإكس قلنا يقول إلى الملنهاتين وعندنا هذه واحد على ملنهاتين أكيد كم تساوي لنا الصفر نقول ومنه سياف يقبل ماذا؟ مستقيم مقارب كيف هو؟ مائل بجوار بجوار زائد و عفوا قلت بجوار زائد و ناقص مال نهاية معادلته إيغراج يساوي لنا إكس وهو مستقيم دالتا أرجو قد فهمتم الفكرة إذن يقول مستقيم مقارب مائل يجب أن نجد الفرق نهايته ساوينا الصفر بعدما أنهينا من هذا نأتي الآن إلى بأدرس الوضع النسب للمنحنة سياف و دالتا إذن نكتب هنا دراسة الوضع النسب لمن لي سياف و دالتا نقول قاعدة أن ندرس إشارة الفرق لهو آف لإكس ناقص إجراج ينسبح لنا آف لإكس ناقص إجراج يساوي يساوينا ناقص عفوا نسبح لنا إكس ناقص إكس ناقص واحد على إكس مربع ثم ناقص إكس لأنه عندنا يا أبنائي الإجراج ها هي معادلته أو قيمته سبح لنا أولا قلنا يذهب هذا مع هذا سبح لنا تساوي لنا ناقص إكس ناقص واحد على إكس مربع علينا أن ندرس إشارة هذا الكسرة لدراسة نقول إذا كان نركزوا جيدا إذا كان ناقص إكس هكذا ناقص إكس ناقص واحد يساوي لنا الصفر ننشر ومنه ننشر هذا الناقص هنا حتى تفهموا جيدا نصبح لنا ماذا نصبح لنا ناقص إكس زائد واحد يساوي لنا الصفر هذه إذا كان ننقل هذا إلى هنا ومنه ماذا يصبح يصبح لنا واحد يساوي لنا إكس يعني البسط ينعدي معنا الواحد لأن واحد ناقص واحد يساوي لنا الصفر في ناقص بحلان إذن إشارة كسر من إشارة البسط في المقام لكن المقام انظروا هنا هو مجب نقول ولدينا إكس مربع قيمة مجبة تماما على أر نجم إذن إشارة كسر من إشارة البسط في المقام لكن المقام شيء موجب في مجموعة التاريخ إذن إشارته من إشارة البسط بعدها نقوم بإنجاز جدول ذلك الجدول هو نعين فيه ماذا نعين فيه الوضعية بطريقة جد بسيطة إذن هكذا ثم عندنا هذه ثم عندنا البسط المقام تحدثنا عليه وقلنا أنه كيف هو أنه موجب ثم تبقى لنا الجزء الكتابات اللغوية إذن عندنا هنا إكس من ناقص مالا نهاية إلى زائد مالا نهاية وعندنا الأمر إذن هكذا وهكذا عندنا والأمر الآخر قلنا أنه العبارة هذه هذه العبارة لهي ماذا لهي نفسها هذه العبارة يعني هذه ننقلها إلى هنا لهي ناقص إكس زائد واحد ناقص إكس زائد واحد أكيد قلنا أين ينعدم ينعدم عند الواحد هكذا ثم ينزل إلى غاية أفوا إذن ثم ينزل إلى غاية هنا ثم هنا يتفرح هكذا ركزوا جيدا إذن هذه عبارة من الدرجة الأولى من هنا نقول نفس وهنا عكس نفس وعكس ماذا نفس وعكس إشارة هذه إذن من هنا نفس ومن هنا عكس إهذاروا لأن هذه عبارة من الدرجة الأولى حتى تفهموا الفكرة ثم عندنا الصفر تحدثنا وقلنا أنه قيمة ممنوعة من هنا يمكن الصفر أن ينزل لكن هنا يصبح لنا قيمة كيف هي؟ قيمة ممنوعة كليا هكذا حتى نفهم جيدا لأن الذي نكتبه هنا هو آف لإكس ناقص إجراج الآن إذن عندنا هنا هذا كان يعبر سبيل يعني يعبر طريق يترك لنا زائد لأننا لا دخل له فيه الآن تبقى لأن الإشارة هي زائد زائد وهنا ناقص الآن هنا نكتب الوضعية الآن هنا في الوضعية ماذا؟ إذن نكتب هنا سي آف يقع فوق ماذا؟ فوق دالط وهنا سي آف كذلك فوق ماذا؟ فوق دالط وهنا سي آف تحت ماذا؟ تحت دالط أو أسفل دالط أما في هذا المكان نقول سي آف يقطع ماذا؟ يقطع دالط كل أحدكم هنا لماذا لم تقل شيء؟ لأن هذه قيمة ممنوعة يا أبنائي بعدما أنهينا من هذا أبنائي نأتي الآن إلى رابعا قال بين أن المعادلة آف لإكس سي نصف تقبل حلا وحيدا ألفا في المجال من ناقص 1.4 إلى ناقص 1.3 وهذا سؤال كثير تدول في الباكالوري كل سنة له نصيب يا أبنائي اللي هو مبرهنة القيم المتوسطة إذن نقول البرهان أن المعادلة آف لإكس سي نصف ماذا تقبل حلا وحيد ألفا حيث عندنا الألفا قال محصور بين ناقص 1.4 وناقص 1.3 اللي هو قلت مبرهنة قيم المتوسطة نقول هكذا ركزوا جيدا هذا هو عندنا جدول التغيرات معناها يقول أن ألفا يقع في هذه المواضع إذا قلنا هنا ناقص 1.4 وهنا ناقص 1.3 هذا إذا نزل هنا أصبحت لنا آف لإكس كم تساوي انظروا آف لإكس تساوينا سفرة إذن هنا هكذا آن انظروا إلى الدلة من هذا المكان إلى هذا المكان يعني من ناقص 1.4 إلى ناقص 1.3 كما تعلمون أن الأعداد متعكسة في الترتيب الأعداد السالي يعني هذا أصغر من هذا نقول هكذا بما أن الدلة من هي الدلة آف مستمرة و كيف هي من هنا إذن أولا مستمرة ومتزايدة انظروا إنها متزايدة إذن نقول مستمرة ومتزايدة تماما أي رتيبة على المجال اللي هو من ناقص 1.4 إلى غاية ناقص 1.3 هذا جزء الأول إذن مستمرة ومتزايدة وأفلي ناقص 1.4 يعني نأتي الآن إلى الدلة هنا ونعوذ بالآل الحاسيبة سوف نجد يا أبنائي ناقص 0.17 وأفلي ناقص 1.3 لما نحسب كذلك ونعوذ هنا سوف نجد 0.06 نقول نجد 0.06 يعني واحد مجب والآخر سالب بما أن يتحدث الأمر مع الصفر أكيد الصفر ها هو يعني الأسفل يكون سالب والفوق يكون مجب نقول ومنه ماذا ومنه هكذا ناقص 0.17 في ماذا في 0.06 جداؤهم كيف هو جداؤهم سالب لماذا لأن واحد مجب والآخر سالب نقول هكذا احفظهم أرجوكم حسب مبرهنة مبرهنة القيم المتوسطة فإنها ماذا المعادلة أف لإكس تساوي صفر ماذا تقبل حلا وحيدا ألف حيث ألف محصور بين ناقص 1.3 ونقص 1.4 هكذا أحدهم كلاهما مجب أساليبين الآن ما هو التفسير الهندسي لهذا الكلام هو تحدث وقال الآن ما هو التفسير الهندسي لحل المعادلة أكيد هو نقول هكذا حتى تفهموا هذا هو التفسير الهندسي لأن سوف يستعيد هنا في الرسم نقول التفسير الهندسي نقول حل المعادلة أف لإكس تساوي نصفر نقول يعني ماذا يعني أنا سي آف يقطع محور الفواصلة إذن قلت يقطع محور الفواصلة في النقطة ذات الفاصلة كم هي الفاصلة الفا هذا هو الأصل في التفسير الهندسي أو البياني لهذه المعادلة التي قمنا حلها بمبارنة قيم المتوسطة يا أبنائي بعدما أنهينا أبنائي من هذا السؤال نأتي الآن إلى السؤال الخامس قال أرسم دالتا ثم المنحنة سي أف إذن أولا عندنا المنحنة المستقيم المقارب لهو قلنا دالتا أبنائي الذي معادلته إذن ي محور المنحنة المنحنة إذن عندنا ها هو المستقيم المقارب المنحن المائل الذي هو أممكم ومعادلته هي إي يسير ناكس عندنا كذلك المستقيم المقارب الشاقولي أو الموازي لمحور التلاتيب لهو يسألنا كم سفر لهو محور التلاتيب في هذه الحالة قلت محور التلاتيب في هذه الحالة ها هو أمامكم ها هو يا ابني معادلة هما هي هي إكس يسألنا كم يسألنا سفر لاحظتم وعندنا كذا التي تحدثنا عليها نقطة تقطع مع محور الفواصل اللي هي الألفة حيث عندنا كذلك ألفة قلنا محصور ما بين ناقص 1.4 وناقص 1.5 عفوا ناقص 1.3 أعذروا نجازكم لو خيرا الآن الألفة إذا جئنا إليها ها هي قيمة ألفة وعندنا كذلك القيمة الحدية ها هي يا أبنائي كم عندنا قيمة الحدية هي واحد مع واحد تأتينا إلى هنا الآن نركز جيدا أبنائي كيف يرسموني أن الكثير يعاني المشكلة الرسم انظروا هنا نقول من ناقص مالا نهاية يصعد إلى هذا المستقيم لهو إكس كما يساوي يساوينا الصفر لكن هنا يا أبنائي لا نقول ناقص مالا إنما يقول بجوار المستقيم بجوار ناقص مالا هنا إذن مستقيم مقارب اسمه دالطا إذن نحن ألم نقول أن سيئة في قبل مستقيم مقارب مائل بجوار الناقس ما لا نهاية وكذلك بجوار الزائد ما لا نهاية هكذا تفسر نقول هنا بجوار المنحنة بالقرب من ماذا من دالطا بجوار نقسمها ثم يسعد 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 إلى هذا المستقيم x يسعينا صفر ثم يأتينا كذلك بجوار x يسعينا صفر وينزل إلى هذه القيمة الحدية المحلية الصغر ثم يأتي ويذهب يأتي نحو ماذا نحو المستقيم دالطا لا تقول هنا من نهاية نهاية لكن هنا يكون يأتي بالقرب من ماذا من دالطا إذن مباشرة كيف يتم الرسم سوف يأتينا الرسم هكذا يأتينا إذن بالقرب من دالطا ها هو أمامكم ثم يمر على ماذا على القيمة التي تحدثنا عليها سوف نقوم بالرسمة بطريقة جد ها كذا ها كذا إلى غاية هنا إذن ها هو جاء بالقرب إذن من هنا بالقرب يصعد إلى قيمة الآلف هنا ثم صعد إلى ماذا إلى x يسعي لنا كم x يسعي لنا الصفر إذن ها هو متجهة نحو المستقيم x يسعي لنا الصفر هذا الفرع الأول ثم نأتي الآن إلى الفرع الثاني ها هو إذن من هنا من دالطا وسعد ها كذا ثم هنا من x يسعي لنا الصفر وينزل إلى هذه القيمة الحدية يعني يأتيكم ها كذا كان بالقرب من x يسعي لنا الصفر هو ينزل 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 إلى هذه القيمة الحدية إذن قلت إلى هذه القيمة الحدية ها كذا ثم يسعد متجهة نحو دالطا ها كذا إذن نحو دالطا إذن يأتينا من هنا ثم يتجه ويعود نحو المستقيم الذي اسمه ماذا الذي اسمه دالطا هل الوضعية صحيحة نعم انظروا فوق ها هو أمك فوق ثم كذلك هنا فوق ها هو فوق ثم تحت ها هو تحت ونسميه cf نسبة إلى ما سمي إذن انظروا من هنا وسعد ومن هنا ونزل ثم نزل إلى نقطة تقاطع ها هو يقطعه عنده الواحد ثم يتجه ويعود مرة أخرى إلى ما نسميه المستقيم دالطا هي أبناء فقط وفي الأخير أبناء وبنات الأجزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم لا تنسونا بالدعاء لنا بالسحر والعافية والترحم على الرحمة الطاهرة كما يمكنكم زيارة صفحة الأستاذ صفحتنا على الفيسبوك صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدنا باستمرار والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر